أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مدينة العالمين الجديدة تعد إحدى مدن أليل الرابع التي تنفذها الدولة وتستهدف تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدنا خضراء كما أنه يتم العمل على أن تكون مركزا لريادة المال والأعمال على المستوى العالمي والإقليمي أشار رئيس مجلس الوزراء خلال جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العالمين الجديدة أشار إلى أن المخطط الستراتيجي الذي تم وضعه لمدينة العالمين الجديدة تضمن أن تشمل كل مقومات الحياة لقاتنها كما شدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية مع مراعاة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والاهتمام بأعمال تنصيق الموقع بما يليق بمدينة العالمين الجديدة الساحلية ترجمة نانسي قنقر